حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من موبايل مباشرة في التوابع على كانون بكسيما اش جي 3470 وعشان ما اطولش عليكم هنروح للتوابعة ونمشي بعض الخطوات فيا بنا اول حاجة هنعملها هنسبت صبعنا كده على الظهر دوت اهو زي ما نشايفين لحد ما يزهر لك الرسالة اللي قدامك دي ودلوقت هنروح للموبايل ونتبع بعض الخطوات اول حاجة هنفتح البلاي ستور او الابي ستور اللي موجود في موبايلك ونكتب في البحث او السرش هنا كلمة كانون ثم نختار كانون بريند سنزل تحت شوية لحد ما يجي لك اختيار اللي قدامك ده كانون بريند وده شكل برنامج نفتحه عادي جدا كده ثم نختار تثبيت وننتظر لحد من برنامج يثبت معنا وبعد من برنامج ثبت معنا كده مش هنفتحه دلوقتي هنقفل المتجر بتاعك ونفتح قيمة الشبكات على الواي فاي الشبكات بالكامل هتلاقي مكتوب عندك كانون اي جي وبعد كده ارقام جي تلاتلاف وسبعين سيريس هنختارها دلوقتي كده هي هيقول لك الشبكة المتصلة بالجهاز هي تعذر توفير اتصال بالانترنت ده امر طبيعي جدا هنفتح برنامج كانون اللي احنا نزلناه دلوقتي حالان قهوط عادي جدا ونختار اجرية ثم نختار اجرية ثم نختار اوكي ثم نختار اثناء استخدام التطبيق نختار السماح السماح مرة اخرى ثم نختار السماح ولازم تتأكد انك موصل الموبايل بشبكة الطابعة ليس شبكة الراوتر ولا بينات الهاتف سيجيلك القائمة دي هنختار اخر اختيار بالاخدر ثم نختار ايس وفي الخطوة دي هنعمل كوبي باسورد تمام ولو حبيت تحفظ الصورة دي سكين شوت لان الباسورد اللي قدامك ده هو الباسورد اللي اي حد لو حب يشبك بالطابعة هيدخل الباسورد فالاول سيختار اسم المستخدم اللي قدامك ده اللي اوله القلم دايريك وهيطلب منه الباسورد وهيكون دا الباسورد وطبعا الباسورد ده يختلف من طبعة لطبعة تانية بعد ما اتأكدت ان اعملت كوبي باسورد بالطريقة دي هنقفل الصفحة دي عادي جدا تمام ونلجع لقائمة الشبكات مرة تانية هتلاحظ ان التوابع اسمها تغير بقى اسمها دايريك عن اختار عادي جدا هيتطلب منك باسورد هندخل الباسورد اللي احنا كنا عاملينه كوبي باسورد واللي انت عملته سكرينشوته وحفظته بداخل استوديو الموبايل ثم نختار اتصال او بيقول لك الشبكة المتصلة بالجهاز يعني انت دلوقتي وصلت الموبايل بالطابعة هنقفل الصفحة دي عادي جدا ونفتح برنامي كانون مرة اخرى ثم نختار سيرش طبعا الخطوات دي كلها لازم تكون موصل الموبايل بالطبعة لم يوجد اول خطوة بس انك لازم تكون موصل الموبايل بالروتر او ببيانات الهاتف لكي تستطيع احمل برنامي كانون بعد ذلك لازم تتأكد انك موصل الموبايل بالطبعة وكما نرى قدامكم دلوقتي الموبايل اتوصل بالطابعة هنقفل الصفحة دي عادي جدا وده مرة اخرى وبكده عرفنا الموبايل بالطابعة بكل سهولة ثم دلوقتي ازان يطبع هنقفل الصفحة دي عادي جدا هنختار اي ملف بدي اف موجود عندك تمام ونفتحه عادي جدا وعلى سبيل المثال دلوقتي الملف ده عايز اطبعه رقم واحد يتأكد ان الموبايل رابط بشبكة الطبعة وليس شبكة الراوتر ثم نعمل مشاركة او شير ارسال نسخة ثم نختار برنامي كانون اللي نزلناه ثم نختار yes ثم نختار next ثم نختار all اوكي يعني ثم نختار no ثم نختار print وكما نرى التابعة اخرى من الموبايل وقال الاتباع ثم نختار وليس اقول لكم ان هذه هي سرعة الطبعة على البرنتر العادي جدا هذه هي سرعتها الطبيعية لو بتطبع على شيء الوان ستجدها بطيئة اما لو بتطبع عبيض وصوت ستكون سريع معك شوية كما نرى الخمس أوراق الموجودة على الموبايل الثانية الثالثة الرابعة وادي الخمسة الموضوع بسيط الآن أنا لدي ملف هذا الطبع بالألوان أريد أطبعه كما هو بالضبط بالأبيض والسود لا يحتاج الألوان سأعمل نفس خطوط بالضبط مشاركة أو شير إرسال النسخة نختار برنامج Canon نختار Yes ثم نختار Next وإذا ضغطت على اختيار Print فأنت كده ستطبع بالألوان يعني ما عملنا شيئا فبالتالي سنختار الاختيار الفوضى Change Settings يجب أن نعرف ما هي الاختيارات كلها أول شيء مكتوب CoBiz هذا يتحدد منه لو أريد أكتر من نسخة أو أكتر من كده نسخة عاماً معك من نسخة لحد مئة نسخة فبتختار ما أريده على سبيل المثال عشان ما نهضر في حيب الورق أختار نسخة واحدة ثاني اختيار لو عملت صحي كده يبقى انت بتلغي بالاختيارات شيل الصحة أفضل ثلاثة اختيار مكتوب عليه Paper Size وهذا حجم الورق حجم الورق حجم الورق اللي نتبق عليه دلوقتي اسمه A4 فلن عندك بقى A5 أو A4 أو A6 نضغط على Paper Size وبتختار مقاس الورق اللي أنت عايزه وعلى سبيل المثال اختار A4 رابع اختيار محدش لعب فيه خامس اختيار له ويعتبر اهم اختيار سنجربه مع بعض هو Media Type اللي هو نوع الورق المستخدم الورق بتعلم الورق اسمه بلان بيبر هي مزدبطة على بلان بيبر عادي افرد دلوقتي انا لا أطبع على ورق كوشية أو صور فوتوغرافية على الجودة هنضغط على التاني اختيار مكتوب عليه Photo Paper Plus Glucy 2 هو هذا النوع الورق الذي يطبع على الصور الفوتوغرافية مع العلم ان لو اختارت اختيار Photo Paper Plus Glucy 2 ستشعر ان الطابعة يتبطأ قليلا لذلك يجب ان تظهر على الورقة بجودة عالية جدا لكن لو انت تطبع على ورق عادي اللي هو الورق المدارس ستختار اول اختيار بلان بيبر والسادس اختيار وهذا اختيار اللي احنا جئنا عشانه هو Color Mode طول ما هي مختارة على color يبقى انت تطبع بالابرد والسود والالوان مع بعض حبيت تطبع بالابرد والسود دقطة واحدة على Color Mode ثاني اختيار مكتوب عليه Monochrome Monochrome كلمة انجليزية بالعربي يعني التدريج الرمادي يعني هي مثل الابرد والسود طول ما هي معمولة على color يبقى انت تطبع بالاسود والالوان لو اختارت Monochrome يبقى انت اي حاجة هتطبعها ستبقى ابيض والسود فقط مفهاش الالوان سابع اختيار ده مفهوش اي تعديل خادث زي ما هو لان البرنتر مفهاش خاصية الطباعة الواجينة بتضبط كل حاجة انت عاوزها منرجع خطأ الورق ثم هنعمل صح على Don't Show This Again ونختار Yes عشان مشكل شوية تظهر لك وخلصنا كل حاجة نضغط على Print زي ما نرى التابعة اخذ امر من الموبايل وتحس ان الطباعة بيت اسرع شوية عشان بلقبض والسود مفهاش الوان ايه دلوقتي طبعة الخامس هوراء اننا طبعتهم بالالوان بس بالقبض والسود زي ما نرى دي كده بيت بيت اسود رجبنا اللي هيكة بالالوان اهيت حتى اتلاح اخضر ازرق يعني برتقالي تمام وانا هتلاح ازرق كحلي كده هنا كله بقى الابيض وسود دي بالمونو كروم وده بالقلر الموضوع بسيط احنا دلوقتي اتعلمنا ازرق الملفات او المساندات اللي موجودة عندك في الموبايل دلوقتي عايزين نتعلم ازرق صور فوتوغرافية عالية الجودة زي اللي في استوديوهات ده ورق جلوسي زي ما نرى بل مع كده غير الورق البلانبي والمطفي ده حجمه ايه فور وده اربعة في ستة يعني ده ربع الحجم ده اذا نتبع صورة فوتوغرافية سنبدأ نحط مثلا الحجم الاربعة في ستة ده تمام لان ايه فور احنا عارفينه نحطه في الدرجة بالطول تمام ونقفل عليه الجنبين كده عشان من الوحشة وهو يسحب الورقة تمام ونذهب للموبايل ونظبط بقى الاعادات ونشوف ازرق ازرق على سبيل المثال حاجة على الصورة عايزة اطباح صورة فوتوغرافية سنعمل مشاركة او شير نختار برنامج كانون تمام ثم نختار يس هي كده كده متضبطة على حجم اربعة في ستة تلقائي كما ترى مكتوب اربعة في ستة عشب خمسر افرد حجم الورقة ايه فور وانا متضبط عندي اربعة في ستة في الحالة دي الطابعة سيديك عطل على شاشة الطابعة وتقولك ان حجم الورق مطالبك لحجم الورق في الحالة دي سنضغط على وتنزل على ثلاثة اختيار تمام كده هيا دلوقتي متضبطة على اربعة في ستة على المقاس اللي انا عايزة انت ممكن تختار بقى ايه فور بي فايف ايه فايف الحجم اللي انت تتبع من خلاله ونتأكد ان الميديا طيب متضبطة على فوتو بي بر بلاس جلوسة او زي ما نرى قدامكم تمام كده في حالة انك بتتبع صور فوتوغرافية فهيظهر لك اختيار اسمه بوردر والاختيار ده بيوضح لك انك عايز الصورة دي فيها حواف بيضة من الجناب والذي عاوز الصورة دي تبقى بكامل الورقة بدون حواف ففي الحالة دي بنضغط على اول اختيار بوردري هو ده اللي بحواف سيطلع لك بيرواز ابيع او حواف بيضة حوالين ورقة او حوالين الصور عامة لكن لو انت اخترت بوردرلس يابا انت كده بدون حواف خالص يتضبط كل حاجة كما احنا تعلمنا نرجع لخطة الورقة ثم نختار ستلاحظ ان هي بطيئة شوية ان الصورة الفوتوغرافية دي بتلمي حبرة على الورقة بالكامل فبالتالي بتتأخر شوية فانا هجرق الخطوة دي عشان ما ننتظرش كتير زي ما نشايفين طبعات الورقية الصورة بتاعتنا ممتازة جدا 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 زي ما نشايفين وبكده اتعلمنا ازاي نطبع صورة الفوتوغرافية على الطابعة هناك خطة مهمة جدا قبل مقفل معاكم حالة اليوم هناك خطة ممكن يقولي انا نسيت كلمة مرور او باسورد الطابعة اللي انت عملتهم سكرينشوت وانت بتتبع الخطوات فانا دلوقتي عايز اعرف باسورد الطابعة عشان اقدر اشبك اي مبايل تاني الموضوع بسيط جدا نختار 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 ثم نختار نختار دلوقتي الورقة ستطبعتها او الورقة ما تهمنيش خادث الثاني اللي تهمني اهي هي دي الورقة اللي فيها كلمة المرور هنشوفها مع بعض الوقت احنا اهي هنا مكتوب الس اي دي اللي هو ده اسم التابعة في الشبكة عندك او ما تختارها هو ده والباسورد هو ده التابعة اللي هتدخله عشان تقدر تربط الموبايل بالتابعة وطبعا زي ما تعلمنا ان اسم المستخدم كلمة المرور تختلف من التابعة لتابعة تانية الموضوع بسيط كده وكده انتهينا من الموضوع حلقة النهاردة اتمنى ان نلأعجبكم اتمنى ان الموضوع يكون نلأعجبكم منتظر اي سفسار لكم بخصوص تابعة كانون كان معيكم احمد السام من قناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ها ها